بالعودة لبعض الحاجات لأنه هي في حاجات ألها وشارك فيها زميلنا خالد طلعت وليه كل الاحترام كل الزملاء يعني صغيرة ومقبل كبيرة هم الحقيقة ناس كتيرة شغلت بالها بحقائق ضد الناد الأهلي تسيل الناد الأهلي تدايق جمهوره واتضح أنه الأمر كان لمصلحة آخرين منها ما هو نتيجة علاقات شخصية ومنها نتيجة لأنها حاملات مدفوعة وهنا يحضرني قضية زي قضية نادي القر ليه أسيرت برغم وضوح الموقف كان واحد من الأطرور واضح الموقف أنت بتتكلم على جهة رسمية معترمة زي الاتحاد الأفريقية حطت معايير من سنة 94 بمجابها الأهلي خاد نادي القر أفريقيا كلها معترفة بداء الناس كلها اعترفت بداء لغاية لما ظهرت بعض الحملات اللي خالد طلعت بيشير إلى بعض من مثيلاتها في جزئيات زي كده وده برضو يفكرني بأحد الزمل الصحفيين سمعته في مرة بيتكلم على بند التمان سنين فقال والمزيع بيسأله أيها بس انت كنت بتأيد موقف الوزارة وزارة الشباب والرياضة وقت ما كانت بتفرد ده قال له ده ساعتها كنا بنأيدها عشان نماشي الكابتن حسن حمدي والخطيب والمجلس بتاعه أيها شفوا كانت حملات مدفوعة والوزير هو اللي كان متبني هذا الأمر كانت حملات مدفوعة عشان تقسي مجلس إدارة النادي الأهلي ويجي ناس ولما قضي الأمر خلاص انتهى الموضوع حتى ما حدش بيطالب لا بالمبدأ ده ولا حد بيفتح بقه فيه فقط كان المستهدى في النادي الأهلي لأنه قطع بمجلس كامل بالضبط وأحدث الفراغ اللي حصل هنا دي الخطورة يا جماعة إن الجمهور أو المتلقي سواء كان جمهور أو قارئ أو متابع أو مستمع في النهاية بيفقد السقة ونتكلم على ليه الناس فقد السقة والمصدقية من حاجات زي كده إنه الأستاذ عبدالطيف المناو بيقولك دي رصاصة ارتدت لصدورنا جميعا عشان الأداء محتاج الكثير من المراجعة المهنة محتاجة الجهود الحقيقية تعيدها إلى حيز الإنسانية بتاعها المسئولية بتاعتها وحد أطط يعني كلام عن مثاق الشرف وتذكر لما كنا في مجمع اللغة وأنا أتحدث مفيش حاجة اسمها مثاقات لأن المثاق هو بيخاطب أو نابع من ضمير ولو في ضمير مش محتاج مش محتاج لحد يقولك أنت ممكن تحلف مئة حلفان وتبقى شاهد زو ممكن تقسم على مصاق معين ولا تلتزم به إنما الفكرة ما حدث للزميل خالد في لحظة نورانية ربانية أرشادته إلى الصواب كان بهذا الصفاء والوضوح وأن الأمور الدنيوية بدأت صغيرة أمام أنه هو يريح ضميره أمام ربه فما كانش لم يجد غضاضة أن يتهم نفسه بكل هذه الاتهمات ولهذا يعني هذا الصدق في هذه المراجعة يدعونا جميعا إن إحنا نقول له يعني يريد كل يتأسى بيك وكل من له مظلمة عند خالد يسمع الحقيقة يعني وهو برضو حتى بالنسبة لنجوم الكرة ما يزعلوش مني لأنه فيه كتير إذا كانت أخطاء الزمل الصحفين بهذا الشكل لا فيه أخطاء لنجوم الكرة فيه إساءات متكررة لبعضهم أو لكبارهم أو لزميلهم ما بيترعيش أي شيء عجبني جدا إن برح بتابع حلقة للدكتور كمال درويش في خناة النيل للرياضة أي فالرجل قال أنا بيستفزني جدا وهو رجل أستاذ في التربية الرياضية قال لك أنا بيستفزني جدا لعب سابق يقعد في برنامج يفضل يد اللعب درجات طبعا فالدكتور كمال بيقول لك يعني هو لما بيبقى مدرب بيعمل إيه دي هو مش ده الموضوع لما بيأخذ مسؤولية في التدريب إيه النتيجة اللي بيعملها مش ده الموضوع لكن فكرة أن أنا أدي أرقام ودرجات للعيبة وأسخر من لعيبة وتهكم على لعيبة وأسيق للعيبة فالرجل بيقول لك هو مش مدرك أن اللعب ده دي شغلانته أنت كده بتسئله في عمله أو بتأثر عليه سلبيا في شغلانته ده أكل عيشه وده شغلانته وما كنتش تعمل لحد يديك نمرة وما كنتش قال لك ويقول لك ده ياخد صفر قال لك أنا أفهم أنه علميا بقى عشان تدي درجة لحد لازم أن يكون عندك معيين سكاوتينج واضح جدا بموجب ده أنت مثلا هو أخطأ في التمرير قد إيه في الباص قد إيه في التمركز قد إيه في السرعة قد إيه بقى جري كم كيلو نفس كم تعليمة من المدرب سدد حاجات كتيرا بالضبط تعمل إحصاء في موجبه أنه ده يستحق ستة سبعة زيرو خمسة حسب نتيجته لكن أنه صحف يدي أرقام ودرجات أو لعب يقعد يدي ويتهكم يا جماعة ده ده مش تحليل ده اسمها أرائم طبعية ده وجهة نظره ما يجبش أبدا يعتد بيها ولا يساء بيها للعيبة ومدربين فيتقال أن المدرب ده ما عندوش فكرة ويبقى الراجل مثلا جاي بطولة أفريقيا فعجبني الدكتور كمال وهو بيقول يا جماعة المسائل محتاجة كتير من الفلترة عايزة شيء من المسئولية شوية لأن لاحظ أن أنت تتكلم على لعيبة وعلى مدربين ده شغلهم وده عملهم فالحقيقة الرصاصة بتاعت خلت طلعت على حد كلام الرصاصة عبدالطيف المنوي يعني لا يكفي أبدا أنها تصيب صدور الصحفين والإعلامين لا تصيب الكثير من الرياضين والمدربين والإعلامين يتحلق أن يقول رأيا أمام الجماهير